بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين بنستكمل اليوم موضوع flow through pipe والنهاردة نشوف مثال تطبيقي على حل ازاي انا بحل المسائل اللي موجودة عندنا ولي ووتر استدلي flow in pipe system shown in figure 1 مديني دامتر بتاع ال pipe 15 من مية مديني الإبسلون على دي ومديني كينماتيك فيزيكوسي مديني الكي انلت مديني الكي الابو ومديني انا عندي في السيسم اتنين الابو ومديني الكي بتاع الف الف مديني معدل السرايان عندي 60 لتر بالساكن وعايز يحسب اللي هو الفرق بين السرايان هنا الفرق بين الليفل هنا واللي هو الاتش بتاعدينا انا بختار نقطتين وبطبق النقطة بينهم النقطة اللي هي عند القبر عند التانك والنقطة التانية عند المخرج من البيب يبقى applying بروني الاتش يبقى بواحد 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 المين اللي هو F في L على D في سكوير على 2G عندي 2L بواحد بواحد لدي V سكوير على 2G بواحد أخذ بواحد الاتش تساوي 1 زائد ففل على دي زائد كأنلت زائد نين كيلب وزائد كيفر يبقى كل حاجة هنا أعرف قيمة V وأعرف قيمة F وأعوض في المسألة أطلع قيمة difference in level يبقى أنا عندي V تساوي Q على area بحسب قيمة الفلوسيوم دين Q ستين لتر بحولها إلى متر مقعب يعني بقى سمع الألف وطلع قيمة رينالدز نمبر وزي ما قلنا بحط قيمة رينالدز نمبر عبارة عن عدد في 5.05 في 10.05 طبعاً من الرقم القدامنا دايب هذا turbulent باجي من خريطة موديت شارت عند RE 5.05 في 10.05 وعندي إبسون على D 17 بالطريقة اللي احنا شرحناها يطلع لقيمة F 23 من 100 الأطوال اللي عندي هم الدهال على الرسم بطلع الأطوال عندي 30 زائد 60 زائد 12 تطلع 102 بعود في المعدلة اللي احنا وصلنا لها يطلع قيمة فلوس دا عندي اللي يتمثل ال H الفرق بين 2 level 17.05 دا تطبيق من التطبيقات على مسائل فلوسرو بايب وتطبيق مهم جداً بيوضح لنا ازاي استخدم معادلة موديت شارت ويوضح لنا ازاي بقدر احسب من التطبيقات على موديت شارت وموديت شارت وموديت شارت موديت شارت كده بنكون بفضل ربنا خلصنا المنهج وانتمنى لكم التوفيق بإذن الله موسيقى